السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء صباح الخير عليكم وصباح البركة والنور علينا جميعا النهاردة بنتكلم عن الشباب الشباب بشكل عام طبعا متقفش على ولد او بنت الشباب دي لكل اعزاءنا سواء كانت بنت او سواء كانت ولد دايما في حياتنا من اخطأ ودايما في حياتنا من اتجاب اخطاء قد تكون الاخطاء دي كبيرة او صغيرة بس الفكرة ان احنا نعرف نعليه الاخطاء دي كويس قوي وان احنا نعمل سطب لما نعمل خطأ نعمل عنده سطب ويعتبر نبدأ نقطة من اول سطر بس سطر اللي نبدأ به دوت يكون خالي من الخطأ اللي ارتكب في سطر اللي فوقي طبيعي ان انا في حياتي اقابل حاجات مقتنع بيها ومش مقتنع بيها بس ان انا اكون واعي بشيء او ان انا شفت شيء بالنسبة لي عايز ان انا اتجي الاتجاه دوت لازم اكون اقتنع بيه والاقتنع بيه عن دراسة ما يكونش عندي اتجاه عشوائي ان انا اشوف الموضوع من برا او ان انا اسمع عنه فقط واتجي الاتجاه ده لا بالعكس اي اتجاه لازم ان انا انتبه له الدراسة واجه له الدراسة عشان يكون بيه على اقتنعه حتى الدين الدين في حياتنا كتير مننا ممكن ان هو واخد الديانة بالاسم مثلا يقول وزا يقولك باسم مثلا ايه مسلم بالبطاء او مسيح بالبطاء لا بالعكس ما تفضلك اي سواء كنت اي ديانة سواء مسلم او مسيح او يهودي تكون مقتنع بالديانة اللي انت عليها طب الاقتنع ده هيجي عن ايه عن بحثك انت مسلم دور في كتب الاسلام ودور في كتب الاخرى عشان برضو تقتنع ويكون مقتنع ان انت على صح وعلى يقين انا ختم من احيي الدين احنا الدين ده اكتر حاجة تلمسنا الكلام ده كله برضو في اي اتجاه في حياتك ات حتى لو اتجاه فكري شفت فكرة في احدى البرامج الفكرة دي ما تتبعهاش غير لما تكون على يقين بيها عن طريق دراستك وعن طريق بحثك حول الموضوع ايه وعا تاخد اي موضوع بعشوائي لان العشوائي دي هتوصلك لطريق ضال او حتى لو حد سألك الفكرة دي جات لك منين مش تعف ترد فطبيعي لازم تكون عندك اقتراع وعندك معلومات عن كل فكرة وكل اتجاه تاخده كن مقتنع بيه لان هو ده اللي هو وصلك للطريق الصحيح خلي بالك حياتك مش هتكون احسن غير لما تقع وتقف او تتعلم وما حدش فينا بيتعلم ببلاش مش بمعنى ببلاش انه بفلوس لا بالعكس تعلم ببلاش ده وات معناها اصده ان تعلم فيك موقف او اثر الاثر ده لازم يكون ايجابي ولازم تتعلم من كل موقف اتخطف فيه فبالتالي لازم تكون عندك استفادة الكرام ده كله بيدور حوالين فكر الشباب في هذا الوقت الشباب من سن 13 سنة لحد 30 سنة وصن الشباب ده اللي احنا فيه يعني عايز اقولك ان اتجاهنا كله او اتجاه الفكرة ده كله او السنة ده كله اتجاهه عشوائي كتير اوي ده اللي انكم اتجاهي اتكلم فيه ان الاتجاه دوت عايزين نعدله ان احنا ما يكونش اتجاهنا عشوائي وكون اتجاهنا ايجابي وكون اتجاهنا زونقة محددة بقنا نتجاه الحاجات ملاش لازمة ونسيب الحاجات اللي هي لازمة بقنا نبص الحاجات اللي ملاش قيمة بان هي قيمتها عالية اوي والحاجات اللي هي قيمة ولها معنى بالنهاية ملاش لازمة في حياتنا اترامنا بقى زاد قوي بالاغاني وبالافلاء ومستوصيات انا مقدش نقول الحاجات دي مش مهمة قد تقول مهمة بعض الاحيان بس مش هي اللي تشغل وقتنا في حاجات تانية اهمة تشغل وقتنا في ثقافتنا في العلم في ديننا اللي هنتسئل عنه طبعا بنتكلم على الشباب امبرح تعرضت الخبر مؤسف خبر محزن ليا احدى الشباب السلامية العامة يعني الطالب دوت طالب كريم رحمة الله عليه من ناحية طلاب السلامية العامة هنشوف صوت رشادي الوقتي حالا بن نعيم بن ناك بتاعنا توفى بحادث قليم ربنا رب يرحمه ويسكنه فتح جناته ويلهم قابله صبر والسلوان توفى بحادث قليم بارح كان راجع من اللجنة بتاعته بعد الامتحان فحادث له حادث هو زملائه فربنا رب يرحمه وزملائه اللي برضو صوره عشان دي كل دقتي يعني بندعي لهم ان ربنا يشفيهم اهم بألف سلام ان شاء الله بإذن الله دول من الشباب اللي بإذن الله ان شاء الله يعني هيرفعوا من شأن البلد بيعتبر ببدي بيالغ خزني عن احنا فقدنا روح وفقدنا شاب في هذا السن وكان يعني واسدتوا كلهم من ضمن الكومنتشوف تاع على الفيسبوك ان هما بيذكروه بالخير فربنا العداف مزان حسناته وربنا رب يصبر أهله فضمن الشباب شفت فيديو كده من إحدى بداية سوشيال ميديا فيديو لمسني قوي عايزين نشوف فيه كده فكر شبابنا الحلوين الفترة دي عامل ايه نشوف فيديو مع ماضينا ونرجع تانيه خربانة انت خربانة ومش هرجعلك من تاني مجنونة ومش مضمونة ووقت المصلحة عايزاني بتقول انك نتديني وانت اساسا نقفك لاني فيه كم فرد في اليوم فرد يعني صالة اه اربعة ربكم ايه ده بميزة حمو بيك تقريبا اركان الاسلام كم اه خمسة بتقول اليوم اه الحج الصلاة اه الصلاة الزكاة اه صلاة الراحم اه لا انا قلت الزكاة اه بس مش فاكرا لما بيموت فيه ملكين بيسألون ايه اسمهم اه لا مش فاكرا ايهم ايه اه من اللي قالك اللي هتحزنين الله معنا اه اه وضع يا دون يا وضع اللي باعه مكملش حسن شاكوش اركان الاسلام كم سبعة بهوايا انت عدا معاي حسن شاكوش اه طب اه مافيا انا مافيا محمد رمضان اركان الاسلام كم اربعة اتعفتولو اه بسجاب ايه الفرق من صادق التراويح صادق كام التراويح اه في رمضان كام في رمضان برضو برضو مين اللي قلت اتعهزنين الله معنا الشيخ خالد الدتر هوني بتاعت مافيا انا مافيا محمد رمضان بتاعت هنالك هنيلو حاجة تادي نمبر ون اقولك انا دلوقتي واقف لوحدي ايه بريب صادق تراويح صادق الكيام صادق الكيام اه بتبقى قام الليل وصادق التراويح ميل هي بعد احشاء في رمضان بس اه رب تكون معزنا بميزة محمد بيك مين اللي قال مافيا مافيا محمد رمضان أركان الإسلام كامل أركان الإسلام خمسة عفت اليوم مين الملكين اللي لما بنموت بيسألونا صلاة عشر بقى في صلاة بنصليها في أخير عشر تيام من رمضان لو كده تواللت القادر بس أنا مش فاكرة اسم الصلاة مش عارفة لا مش عارفة بهواية انت عادة معايا حسن شاكوش محمو بيكا طب مين اللي قال رب الكم يزدى بميزة محمو بيكا أركان الإسلام كامل مش ماخد بالي بصلاة إيه هم أول ثلاث أسئلة بنتسئلهم في الكاب عملك وملك عملك وملك وصحتك وداع يا دون يا وداع على اللي بقى مكملش حسن شاكوش رب الكم يزدى بميزة موسيقى 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 إنه أنا معاك يعني في هذا اللقاء اللي وصل كده عدم التربية عدم التربية السليمة الصحيحة يعني إنت شفت التقرير ده أنا شفت تقرير قبل كده في حاجة تاني بيقول له من الخلفاء مثلا الأربعة فقال عمر بن عفان عثمان بن الخطاب ما يعرفش أسامي الصحابة يكن شوف أول ما يتسئل سؤال عن واحد من دول يقولك ده محمد رمضان ده مش عارف إيه حافظهم فعلا بقى عندهم حتة وعي بالحكومة نكلم فيه اللي هو حاجات اللي ملاش لازمة والحاجات اللي يسع عليها لازمة وعي جيد بدون تفكير بالضبط كم أول ما يتسئل على طول جاوب يكن قوله إيه العشرة المباشرين بجنة ما يعرفش الخلفاء كام ممكن يقولك خمسة مع أنهم أربعة راشدين يعني أركال الإسلام شوف اللي قالك أربعة اللي قالك سبعة يعني حاجة تحزن شر البلية ما يضحك فواحدة منهم أنا سمعتها دلوقتي بيدخل صلة الراحم في الأركان فخلينا في السبب زي ما حضرتك سألت ده عدم التربية السليمة الأب نفسه معلمهوش كده من الصغر إحنا عندنا الحديث بيقول أول ما الولد يتولد يعني فبيقول يعني داعبه سبعاً من أول ما يتولد لحد سبع سنين مداعبة ولعبه لأنه داعب طفل بعد كده من سبع لأربعة عشر أقدمه اللي هو سن دخول المدرسة والتعليم وكده من البعضاش اللي واحد وعشرين صاحبه اللي أنه في سن المراهقة بعد الواحد وعشرين اترك حبله على غاربه خلاص بقاً نعم فعشان ممشناش على المنهك ده الأب نفسه ممكن يكون تربه غلط فالأب نفسه برضه زي كده مش عارف الحاجات دي هل الوالد لما بيدخل بعد العشة بيقول الأولاد ناموا قبل ما ياكلوا ولا يعني تعشوا ولا ما بيسألش صالة للعشة ولا فالتربية خطأ بس أنا أسف أولا كلامك حدثك يا شيخنا في حاجة بصالصة أن ألاحظتها حدثك تقول التربية أو أن الأب منكم يكون غير صالح أو مثلا تربى غلط في حاجة نلاحظتها دي كده على حياة عيني إن أنا فضفت أكتر من حد ممكن يكون الأب في البيت إمام مسجد أو خطيب أو شيخ والأولاد زي العيانة دي بالظبط ده يرجع السبب لإيه؟ هو إن كان رجل حتى ملتزم أو صالح أنا أقصد الفكرة أن حاليا برضو خلي بلحظتك يعني في حاجة أن مجتمع أو السن الشباح يعيشين فيه الوقت غير قبل كده اللي هو مثلا حدثك مثلا كأب مثلا لي إن أنت قلت لي مثلا كلمة ونصطينية أسمع كلامك أو في حيط طرخبة شوية من الأب ومن البيت وكلمة دي كدتي لأ الشابة ما شوء الله هو أكبر لو ممكن أنت لو قعدت تنصح فيه قد كده مفيش ولا أكبر أنك بتقول أي حاجة فبرضو بتعيزها في تنتباه إن دلوقتي برضو سن الشباب وأثر الشباب دوتي حاليا في السن اللي إحنا في المقطر اللي حاجين فيها ديت بيعندهم اتجاه اللي هو اللي إنت لو وصحتين إلى أنت أصلا مش شايفك قدامي دي بالنسبة للأباء هو أنا دي بخليها جزئين أو قشمين لو الأب صالح وعمل اللي عليه يعني رب صح ونفذ التربية الصحيحة وطلعوا هم بعيدين عن المنهج ومش صالحين يبقى دا خلاص دا نقول فيه إيه عامل زي أو ابن سيدنا نوح سيدنا نوح دا من أولي العزم من الرسل يعني مفيش أعلى من كده من الخمسة أولي العزم ولكن ابن طلع كافر اركب معنا ولا تكم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين حتى في آخر الآيات إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح بس دا سيدنا نوح هو رباه صح وعمل اللي عليه الوادن حرف فلو الأب صالح زي ما حضرتك قلت وممكن يكون إمامه مش عارف إيه والولد بس عمل اللي عليه دا القسم الأول اللي عايز أقول عليه القسم الثاني ممكن يكون الراجل بيصلي وصالح بس ما عملش اللي عليه ما حسش بالمسؤولية فيه ناس كتير رايح يصلي الفاجر وسيب أولاده نايمين ما فكرش ياخدهم معه أو يصحيهم وناس كتير ما حاولش يعلم أولاده في البيت يعلمهم العشر المباشرين من الجنة من هم الخلفاء من هم أركاء الإسلام إيه إزاي مع إن القرآن أمرنا نحن نعمل كده مع أولادنا فقال إيه قلو اذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله هو الحكمة لازم في البيت أعمل حلقة تعليم لازم في البيت أذكر قال الله قال انا مش شرطة يعني لو دي روح ومزكد ممكن الحلقة دي ممكن تعليم في البيت لذلك الناس بتخلط هنا يعني يكون واحد مثلا بيصلي ومش عارف إيه بس مهمل في تربية أولاده يروح ذكرين حتة نوح يقول لك لا سيدنا نوح ابنك نكافر لا ما تتشبهش ابن نوح في دي مدام أنت ما أدتش اللي عليك دمت كده مخصر وخائل للأمانة وتسأل أمام الله سبحانه وتعالى لأن الحديث بيقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة عندنا القرآن وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها يا أيها الذين أمنوا وقوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة الحديث كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم وكذا ثم في الآخر قال وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فأنا عايز أقول حتى لو هو صالح وبيصلي في واحد أدى اللي عليه واحد ما أداش اللي اتنين دولا يا فتريقان صحيح واحد يولام والتاني نقول له آه دا انت عملت اللي عليك وابنك طلع فاشل زي دا سيدنا نوح مش ابنه بس دا امرأته برضه يعني فخانتهما فاليوم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النارى مع الداخلين بنا ربي يهدي كل آمين آمين طب في نقطة قصة بسيطة نقطة البيت بنزل للمدرسة طبعا انا كحد افتقط مدرس التربية الدينية في المدرسة طبعا المدرس بشكل عام فأي مادة مش شرط التربية الدينية بس عليه واجب وعليه ان بعضه نوجوز من الارشاد والتوجيه للطلبة في كل النواحي دي النواحي الأخلاقية بالأخص لان المعلم ان انا محبش حتى كلمة مدرسة انا محب كلمة معلم المعلم يشمل المعلم دا مش مادة علمية فقط لا دا بيشمل حكتي جدا قوي فبالنسبة للمعلم في المدرسة هل يدر برضو؟ هو قدوة زي ما الوالد في البيت قدوة المعلم قدوة في المدرسة يعني تخيل المعلم المدرس دا او الاستاذ اللي ممكن يشعل السجائر مع التلميذ او ياخد من تلميذه السجارة طب فين هنا القدوة؟ او حاليا صح اه دا بحصل وشوفناه فده دي قدوة فاشلة ولا يصلح ان يقال انه قدوة ولكن هو شيء سيء في المجتمع اه المدرس ممكن يكون في مدته فقط ولكن في الثقافة التانية اتلاقيه ضعيف والتلميذ متفوق احسن منه فهنا المدرس لازم ياخد باله من الحتة دي انه هو يكون في كل الاتجاهات ويكون امام التلميذ زي الوالد امام ابنائه يعني ما ينفعش الوالد يقول لي الاولاد شيء وما يعملهاش ما ينفعش يقول ما تشربوا السجائر وهو مدخن في البيت المدرس كده برضو ولذلك القائل يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه فالمدرس خدوة تاني احنا عندنا خدوتين في البيت والاب والام يعني وكده في المدرسة المعلم هل يسأل؟ المعلم؟ يسأل في امام الله؟ امام الله ايهما ليه؟ وهو زي ما الحديث قال ما من عبد سأقول لك مثلا انا اسأل على المدد علمية بتاعتي اسألش على النواحي التاني يعني ممكن مثلا يقول لك ايه انا ممكن اخلي الطالب عندي شطر مثلا في المدد علمية بتاعتي سواء كانت ايا كانت المدد دي ايه ومن ناحية التانية اخلاق لهذا ما ليش دعوه بيه ما هو مش واخد بقاله انه الولد ناظر للاخلاق دي انه هي دي صح اي حاجة هيعملها المددرس او المعلم هو دا الدين هو دا اللي ربنا عايزه الولد ناظر كده انه الخلق دا انا هقلده لذلك احنا الحديث اللي بدأنا به ما من عبد يسترعيه الله هو رعية مش الاب بس دا يدخل فيها الاب والحاكم ووزير رئيس وردية في العمل هو المدرس ما هو ربنا استرعاه رعية يعني ادهلوا اولاد كده في رعيته فده كلام عام لما نأكر لكم راعي هو لازم الاب بس ما برضو المدرس راعي لهؤلاء التلاميذ في مكان العلم وفي الفصل وفي مدرسته او في معهده او في كلته في جامعته في كل الحاجات دي هو برضو اسوة ومسؤول عنهم لانه هو اب تاني كان احد التابعين يعظم استاذه ومعلمه اكثر من والده فقالوا له انت بتعمل كده ليه انت بتعظم وتوقر وتحترم المعلم اكثر من ابيك قال لان والدي سبب حياة الفانية ومعلمي سبب حياة الباقية اللي هي باقية في الاخرة وبعض المود بسبب التعليم اللي هتعليمه من الاشتاج ده صح صحيح عبد وحاق فيه نقطة مستجدن كده دلو طبعا الاولاد عارفين حامو بيكا وعارفين حسن شاكوش وعارفين حمام رمضان ومافيا ومافيا ونبرونو كلام ده كله طبعا الكلام ده كله عن طريق سوشيال ميديا وعن طريق طبعا القنوات اليوتيوب والدعم اللي بيلاقوه افكار ده او الاغاني وكلام ده كله هل في دعم موازي زي ده كده احنا ممكن نقدمه كمثلا كأوزغط الأوقاف مثلا او كهيئة ازهرية يبقى دعم موازي لكلام ده بيحيث ان يوجه الشباب في البطرة دي اللي هو يبقى زي أبليكيشن كده مثلا يبقى يتبع مع الشباب ينصحهم يعرفوا امور دينهم هل في حاجة موازي زي كده بنفس الفكرة ماشي بس هل ده شئمات دي ولا دعم ايه لا دعم حتى اقول لحضاك حاجة يعني انا اعرف ان زمان كان في حاجة اسمها الكتاب نعم حلو جدا كده الكتاب ده مش مكان كان من الاراية وكتاب فقط لكن الاراية وكتاب وطحفظ القرآن وكان دروس وكان حاجة كتب جدا انا عايز اقولك ان انا ممكن اختر من مكان سألت فيه كتاب في المكان ده مثلا يقول لي مبقى شفيك كلام ده فحاجة ازيق كده هل دي مثلا من اختصات مين لا ما هي بدأت وزارة الاوقاف المصرية حاليا انه هو حاجة اسمها المسجد الجامع خاصة في الصيف يعني انه هو برضو بيلتفت الى اعادة الكتاب مرة اخرى بس باختيار محفظين او معلمين بفكر وسط معتدل برضو الاوقاف خدت بلا من الحجة دي عشان الولد ما يطلعش يعني معقد وأفكار عقيمة وسقيمة وفكر يعني مغالاة وتنطع فبيختاروا اللي فكر معتدل وبرضو بيكون امام خطيف الاوقاف اللي هو بيعلمهم ففيه الكتاب رجع تاني في المساجد المساجد الكبرى يعني وبيكون يعني حتى مثلا في الصيف بعض العصر او بعض الظهر وان شاء الله مدام بدأ هيبقى خير يعني فده دعم برضو ولكن هو اعطى ثمار ولكن ما انتشارتش لسه ويعني ده برضو ان شاء الله نقول بادرة خير بدأ على وخير رب كده ويرجع الخير ده تاني عشان أولدنا يعني حتى الجيل حتى افكار انا بحس ان الجيل برضو فينا فيه نبتة كده فيهم برضو اللي هو حيث فيه نزعة دينية نعم لو عايز عايز بقى حاجة بس محتاج ايه حيث توجيزاي ويتواجه من حيث الاغاني والفيسبوك ده كله برضو محتاج حيث جزء يوجهه من حيث يرجع حلقة حاجة الكتاب دي يرجع يحافظ فيها يعني انا تذكر كتب في حديث مع حضرتك بقولك ان انا زمان كتب فرحان جدا ونرايح كتاب اسمع الشيخ بيكلمني مثلا مرة على الكتب مرة عن احد الاخطاء اللي بتحصل في المجتمع يتكلم معنا احنا كأولاد ويفرحنا كمية بطريقة ثالثة وبطريقة بسيطة بالضافة لتحفظنا على حفظ القرآن الكريم كان كل اسبوعين يجيه كده من الناس الأئمة الأظهر الكبار جدا يبدأوا يسمعوننا اللي احنا حفظناه ويدونا شهادات تأدير الكهام ده عايزون يرجع تاني لان الواد لو لقيت الكهام ده كله هيبدأ فكرهم متصراحة انا برضو خلي بالك انا مش باري مرضو لهم كله على الاولاد او على الاسرة برضو في لهم على المجتمع بتوفير السبل اللي تخلي ان الانسان يسلق سلوك كويس صحيح تمام جدا كده لان احنا مثلا كاف في الشوك الوصول التربوي مثلا في كلات تربية كل ما رفض حاجة اسمها ان الانسان الصفات او الحاجات اللي بيكتسبها بيبقى حاجتين فيه عامل وراسي وفيه عامل بيئي العامل بيئي ده مهمة جدا ما هو البيئي ده المحيط اللي حواليه فلعلو حسن ان شاء الله اذا احتكى الكهام ده يرجع تاني ويدو كمان بيقى بشكل اطور وبشكل افضل كمان عشان يواجه ويوازي الموكب اللي مشين فيه دلوقتي ان شاء الله اغاني الكلام ده كله لعلو خير كان فيه موضوع كده داخل برضو في سكة الشباب عايزين نشوف له تقرير برضو كده ونرجع نعقب عليهم نشوف تقرير مع بعضنا اشتركوا في القناة طبعا نشوف تقرير في الفيديو كده الموضوع الشائك ده بقى لفترة طبعا الموضوع المثلائي الجنسية ده موضوع كان شائك في الدولة الاوروبية بشائع بشكل عام جدا خير فترة تفدي كلها لحد من فترة قريبة جدا كده حصل موضوع كده في مصر كان حافلة في احدى المولات العظيمة فاترفع العالم اللي هم الفئة ديت اللي هو بسموه عالم الرينبو اللي هو زي الوان الطيف فئة المثلية الجنسية ديت بدأت تزداد واحدة ربطانية في المجتمع حدك انت شايف الفئة ديت حدك كمتابع مثلا للظروف احنا فيها وللفئة ديت مثلا وجهت نظرك فيها ايه؟ هو ده كله راجع لنقص الدين والبعد عن الدين المثلية برضو عشان يبقى المشاهدين فاهمين يعني ايه؟ بالضبط انه هم عنده برضو ولغط كيه يعني في حد مثلا حبيتنا انا اوضح او اصلا في ناس مشعرف عن ايه مثلية ايه بالضبط كده المقصود يا اخوانا ايها المشاهدون الكرام انه دي زواج رجل ورجل او امرأة او امرأة زواج مثلية يعني فالمثلية اصلا احنا عندنا في الاسلام او في الدين دي اسمها لواط اه بس الفخاء قالوا النحاية قالوا الرجل مع الرجل لواط والمرأة مع المرأة سحاق سحاق ولكن هو دلوقتي يعبر عنها مثلية فشاملة ذكروا انثى يعني اه ذكروا ذكروا انثى انثى طبعا ده شيء برضو بالكبائر اذا كان الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر لنا قصة سيدنا لوط في القرآن وطبعا زكرت في الاعراف وفي صورة هود وفي صورة العنكبوت وفي صور كثيرة فالف جعلنا عاليها سافلها شوف ربنا عمل فيهم ايه ولذلك الفخاء اخذوا من الحتة دي قالوا انه هو يرمى من مكان عالي يعني عقابه بس مش احنا افراد نعمل كده لا ده الحاكم مش حاجة انا شوف كده وروح لم يقوم فوق لا الحاكم هو اللي يعمل كده والحديث يقول اذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول برضو مش انا اللي هاقتلوا ولا حضرتك ده الحاكم برضو الحاكم البلاد ده يقول حضرتك ان ده في بالنسبة لده الاوروبية اغلبها اغلبها بدأ يشرع قوانين للمسلية دول يديهم حرية يديهم حرية اكتر تصريح اكتر وان مثلا زي مثلا كده اعياد مثلا اعياد مثلا عادي المسلمين واعاد الاخوة المسيحيين بيطلع لهم مثلا زي اعلان كده على التلفزيون مثلا تهنئة ليهم بقى يطلع للمسلمين بغضولف ليهم اعياد برضو ومعاملين اعياد لنفسهم كده بيطلع لهم في الدول اوروبية تشجيع لهذا السحنة لما يكون في امريكا او اوروبا او الدول دي الغرب ليس بعد الكفري ذنب انا بقولش ازاي هو بيعمل كده ما هو عمل اللي اكتر ليس بعد الكفري ذنب هناك طبعا عندهم ملاحدة ما فيش اعتراف بيلاها اصلا او فيه اديان بعضه مغلوطة يكن احنا بنتكلم على مجتمع ان المسلم هي دي الكارثة والمصيبة هذا كانت اصرت لقطة مهمة جدا حيث ان احنا ايه ان الغرب يامل هو ايز اعمله لكن احنا بالنسبانا لينا تقاليدنا ولا عادتنا ولينا دينا معين النوط ده عايزك تقولها برضو الاولاد سن الشباب برضو نفس الكلام اللي هو لو شون مكتمع عقريه مثلا ايه لابس بغطين مقطعه البنات برضو نفس الكلام بغطين مقطعه اللبس مش فيه حشمة خالص فكل الكلام ده جاي من فكرة من الغرب فبقى خلاص اي حد بيشوف حاجة باره في الغرب اه ده من الغرب ده جميل جدا بده يقلده تقليد اعمى اه بالزبط كده فحتي مهمة جدا دي ان فكرة الغرب ده الغرب هو فعلا اباح كل حاجة بالنسبة لكل حاجة عادية لكن احنا فعلا عايزين نحافظ عهديننا ومجتمعنا الاسلامي يعني احضاك بتقول حاجة صراحة كده ان المحية الدينية ان المثلات جنسيديات محرمة دينيا ومن الكبائر وبعاقب عدد ربنا طبعا قابل الكبائر طبعا اللي هي زي ما انت حقا قلت القتل ده في حتى حشان الناس فهم غلط انه ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة نوحين وامرأة لوط ربنا ضرب مثلين للذين كفروا وللذين امنوا فهنا امرأة لوط مش خيانة عقيدة يعني امرأة نوح وامرأة لوط مش لا المقصود ان هي مش خيانة زنا وفاحشة يعني مش عرض يعني امرأة سيدنا نوح لم تزني وامرأة لوط لم تزني طب ما ليه الخيانة دي لانه ربنا بيقول كانتها تحت عبدين من عبادين وصالحين فخانتها هما يعني كانت الفاحشة قالوا لا ده خيانة عقيدة يعني ايه يعني امرأة لوط لما كانت تشوف رجال جايين داخلين للمدينة تروح تبلغ الرجال التانين تقول لهم ده جاء كذا عشان دلوا على الفاحشة على الفاحشة فربنا لعنها وجعلها من المغضوب عليهم وقيل ادخل النار مع الداخلين ولذلك ابن عباس يقول ما بغت امرأة نبي قط بالنسبة للعرض والفاحشة والفراش ما بغت امرأة نبي قط فهي خيانة عقيدة يعني فاذا كان دي قيلة لها ادخل النار مع الداخلين عشان كانت تتساعد على كده فما بالك للي يفعل اللي بيفعل حاجة كده فطبعا دي والعياز بالله لما نسمع انه هي دلوقتي بدأت في مجتمعنا المسلم او المصري او كل المجتمعات المسلمة حتى في سعودية او غيره لما نسمع انه بدأت تدخل ده شيء يحزن ورفع اعلام لها يعني شيء يجعل الانسان ازاي ده ده كمان اللي دايق الفترة فاتي كلها ووجه اثر كمان الشهاب الصغرين انه بدأت اسلوها المثلية ان شركات كتير جدا وشركات محترمة يعني ان شركات لها الناس كتير جدا بتقدرها وانس كتير بتعامل معاها مش هايزة تذكر اسم شركات شام بس يعني ما يحصلش اللاعات معاهم بس الفكرة ان شركات محتوى ما جدا اللي هو بدأوا يدعموا المثلية ده طبعا باللوجب مثلا بتاع الشركة بينو مثلا بالعالم المثلية دوت فاصبح ان الفكرة محيط حتى انا في كومنت كده شد انتباهي قوي كانت عاملة من ضمن العمل بتاعت احدى الشركات بتردع لي في الكومنت في تقول لهم انا بقالي 25 سنة مع الشركة دي اليوم ده هبدأ تقدر ما اتعاوم مع الشركة دي راح كاتب لها كده كومنت احنا ناس عندنا احنا بن عامل جميع العملة ما عندناش تفرق في الجنس وفي اللون وفي الاديان هو هل هل المثلية دي بقت تتبع انها يعني برضو احنا بنتكلم في حتة اسمها الانسانية هل الانسانية بتقف مع الفئات ديت او تتبع الفئات ديت يعني هل لفظ الانسانية يشفع الخطأ او الكبير بتاعت الفئة ديت لا ده هو انسان اللي قال كده ده منقوص الفطرة الفطرة بتاعته مش سليمة لما يقوله احنا بنعمل كده لان احنا بندعم الانسانية او ما فيش تفريق ده 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 انسان مش فاهم وللأسف انه ده مش انسان يعني ربنا قال عن الانواع دي اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال اولئك كالانعام بل هم اضلوا سبيلا فهنا فين الانسانية ده انت كده مش محترم الانسانية يعني جردت الانسانية من قيمتها وجعلتها كالحيوانات والعياذ بالله فهو كده بيظن انه دي عشان هي حرية يعني او عشان مش عارفه فدي انسانية ايه كل شيء حرمه الله من الفواحش لا يليق بالانسانية واذا فعلناه فخرجنا من دائرة الانسانية ودخلنا في البرية كأننا وحوش او بهائم يعني كركض الوحوش في البرية لذلك ربنا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن الفواحش فيها ظاهر باطن زي الفتن كده فربنا حرمها النصه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبعدين مدام أنا يحكمني ديني وقال لي دا حرام خلاص مش هقول لا أصدر إنسانية أصدرنا تركين حرية حرية إيه الحرية ما جعله الله مباحا لنا لكن مدام ربنا قيد وحرم ألتزم هو هنا افعل ولا تفعل سمعنا وأطعنا أنا هنا ماشي على منهج على كتالوج ربنا عامله وربنا حتى على طبعا الحاجة اللي بيمنحها فيها ضر بالنسبة لنا نعم أعيد أحداك أننا نحن ضمن البحث عن الموضوع لقيت إن 61% من أمراض الإد اللي طبعا الأمراض دي طبعا أمراض الإد دا سبب رئيسي فيه اللي هو الاتصال الجنسي فالمراض دازت نفسه لقينا إن 61% منه بيبقى سبب الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية دا سبب الزاج وصلوا للشذوذ آه فبالتالي يعني حتى يا ربنا حتى لا ما شاء حرم حاجة أيض كان عندنا قاعدة زمان خدناها كان يقول لم يحرم الإسلام شيئا إلا لضرره لم يحرم الإسلام شيئا أنا أسف بس يا شيخنا أتكلمك معنا كده حد متصل أم عمر من القغيرة حابة يدخل معنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله ورداتكم زي حد كم عمر الحمد لله والدعب بقصة أسأل الشيخ إيه أهمية الدعاء في تربية الأولاد تمام سأحضرتك أهمية الدعاء الدعاء في تربية الأولاد لا يا تليفون أمعان أصالت سؤاله أصو لو في فرق الدعاء ولا الدعاء 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 هي بتسأل شؤال مهم أنه أنا هاخذ الأسباب وربيهم وادعي لهم ربنا يعني هي بتكتلم عن الدعاء هل ينفع نعم هقول لها يعني السائلة الكريمة جزاك الله خيرا أنه احفظ الحتة دي بالليل في الليل يعني لما تخلو بربها سبحانه وتعالى تقول يا رب عبدك وبالنهار يا عبد ربك يبقى بالنهار أدعو الناس لله وبالليل أدعو الله للناس فهي زي ما هتأخذ بالأسباب وتربي أولادها برضو تعمل ايه بالليل تقول له يا رب ده أولادي يعيني في تربيتهم أنا مش هقدر لوحدي تستعين بالله على تربية الأولاد وده سؤال مهم جدا أنه هي لفتت النظر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ أول آيات يعني وصور تنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المك اللي هو كان أصنامه شذكه شرب خمره ميسره زنى وقد البنات فطبعا هيبدأ سيدنا النبي بدعوة جديدة فربنا في أول حاجة خالص يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر ده الدعوة طب بالليل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة يبقى بالليل قم وبالنهار قم طب ليه بالنهار هادعو الناس أنا بجيب لها المثال ده هي مش هتدعي الناس كلها ده هي تتكلم عن أولادها عن دربية الأولاد بس أنا بقول لها زي ما النبي كان يدعو الناس بالنهار بالليل كان يدعو الله لذلك لما ربنا يقول له قم وقم يعني قم الليل وقم النهار قال لي يا خديجة لا راحة بعد اليوم فلم يرى إلا يعني غاديا أو رائحا متواصل الأعزان دائما الفكرة ليست له راحة فهنا جزاها الله خير هي عايزة بتقولها ربي أولادي هقول لك مش هتقدر يتربيهم لوحدك إلا إذا استعنت بالله سبحانه وتعالى أن يعينك في تربيتهم تربية صالحة حتى ينشأ الأولاد صالحين أحد الحكماء قال لي أولاده لقد أحسنتوا إليكم صغارة وأحسنتوا إليكم كبارة وأحسنتوا إليكم قبل أن تولدوا قالوا طب صغارة عارفينها وكبارا عارفينها يعني إيه أحسنت إلينا قبل أن نولد آه صح يعني صغارا دي مثلا أنت صرفت علينا ومش عارف إيه وربيتنا وإحنا وكبار برضو دخلتنا مدارس وكده لكن إيه قبل أن تولدوا قال أحسنتوا إليكم قبل أن تولدوا بأن اخترتوا لكم أم صالحة مع أنا أتصل تليفوني رجب بن الأكسر السلام عليكم أزيك أزي رجب أزيك أبا أزيك حيو عم رجب الله خليك تحيات للشيخ والله ولكن مكتب وتحيات الصراحة الخنان الصحة الجمال بصراحة بذي بطلونا بصراحة ربا يبارك فيك وحي الفريق اللي أعداد بتاعك النسيق بصراحة مصورين وإخراج وحي حلوة جوجة وصراحة يا عم ربنا يفعل عم رجب عم رجب أنت كلك زوء الله يبرك فيك أعندي سؤال يا شيخ للشيخ فضل الأولاني بالنسبة أنا معاي الزوجتي كويسة مئة في المئة والحمد لله سترنا العيال وتمام والحمد لله رب العلم وله وبتعزن وبعزه تمام مئة في المئة فدق يعني بقول له هذا جوج قالت لي اه جوج وانا عملها ليه تاريه يعني ايه يعني مش من جلبها تاريه بصراحة فلما دخلت الموضوح جاد العملية اتغيرت خالص 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 ده قلتلي ممكن اموتك ممكن ادفع ممكن معارش كالنهائي فالمهم انا بجيت اتعكسيخ اتعبو الظهر انا قلت اني سألو احد شيخ واشوف ما رأيي الدين يعني ان كان براه براه خلاص يعني ايه قلتني بتتزوج ليه في الاول قلتني تزوج بعد بعدكده ايه فhind战 اطبعا الغيرة جدافع لا قلت له ليه اصل التزوج عملاني كيفظر اعملاك بدعابه يا كيفظر اعملني بدهار بدعابه هي بيقيتلك تزوج ولا انت اللي قلت لها انا بوبى يا شكة لها مثلاму انت اللي بدأت ا Dec اخذت في طرجاء طب وانت عايز تتجوز انا عايز اتجوز بس ياخد عايز اتجوز صراحة بس ياخد ران عليك عم راجب بتعايز ارزعلها ربنا يديك الصحة وبرك في جارة السؤال التاني بالنسبة للابتلاء هو غضب او رحمة اني انا برضو الحمد لله الحمد لله ابتلت واقتنحت بمية في المية الحمد لله بالابتلاء ففي ناس يعني بتقولك بغضب وناس تقولك ديها رحمة فياريت برضك تفيد نياس ماشي ربنا يا فيك عم راجب وشكرا جدا لاتصالك شرفت البرنامج الاجابة على عم راجب طبعا عم راجب حد لزيز وطبعا مراته من دافع طبعا غير تعايف الفضل دي برضو نفس الكلام حيث ان الحد عايز تزوج ديها برضو برضو فعلا دي سؤال هو اللي بدأ كمان قالها عايز تزوج فهي قالت له ماشي هي ممكن يكون ظن انه دا كلام تهريج او مش هيحصل فهو بيقول لما الموضوع دخل في الجد هددت بالقتل فيعني احنا بنقولك مدام هي كويسة وانت بتقول انا بعزة وهي عزيزة علي خلاص يبقى تغاضى عن هذا الامر ماشتري خطيره اه مدام هي يعني الحمد لله انت مش هتحتاج بديل اه لانه دا مش مش لازم فتوى شرعية دا اللي انت شايفه في حياتك اذا كان اللي اتنين هتوفق بينهما والاولانية البيت الاولاني مش هيخرب احنا مش عايزين نجيب جديدة وتخرب الاولى فانت شايفه لو هتعمر بالاتنين ماشي اه ولكن طبعا الغيرة الشديدة بين النساء عند الحتة دي بقى فينا اه طب نرجع ناخد جبت سؤالة تاني بس معنا ام محمد من قصيوت السلام عليكم عليكم وصلاح الله وبركاته السلام عليكم ازايك يا حبيبي منورين الدنيا وعم الشيخ منور الدنيا والله الله يكلمك قلت يا عم الشيخ والنبي اقولك على حاجة ايه رأي الدين في واحد بيخل مراته مع مرات أخوه وبعد كده مراته ست غلبانة ومصلية وعرفة واجباتها ويعني شايفة واجباتها على اكمل وجه ويخلها مع مرات أخوه واخوه عيان بعد عنه اه بناء وش فيه ماشي امواجب معنا اصوز عادل سؤال كمان فضل اصوز عادل اذا حضرتك الله يكلمك الله يكلمك الله يكلمك سوفيان الله يكلمك ومعنا اخر سؤال محمود ايه مستدر محمود اهانو سهلا سلام عليكم عليكم السلام عليكم ازاك يا دكتور هايمن الله يكلمك الله يكلمك الله يكلمك الله يكلمك محمد عبد الحليم مع حضرتك الله يكلمك شرفت بهذه المكالمة شرفت الشاشة انت والاستاذ والاعداد وكل المكيمين على القناة الله يكلمك معلش سؤال على هو سبك من الشخص دلوقت حضرتك انا واخد شغل توريد بوربج ناس لشركة وباخد من كل واحد خمسة جنيه او عشرة جنيه هل ده ينفع وليبقى ريبك يعني انت السبب انهم بيروحوا يشتغلوا يعني عايقوا انا بجمع الناس وتليفونات وكده بوديهم الشغل اه وباخد من كل واحد عشرة جنيه في اليوم عشان انت وديتهم يعني عشان وديتهم وفلوسا لهم بعت عشرة بدهالو كده لا بس هو الشركة قالت لك هاتلنا ناس تشتغل ايوه فانت جبت الناس هم هيحسبوهم هناك براحتهم يكن انت واخد عشان انت جبتهم ايوه ماشي هنجاوب على السؤال ده ان شاء الله جزاك الله وخير عم رجب عشان ما ننساش نبدأ من عم رجب اه كان السؤال التاني بتاعه الابتلاء اه السؤال ده مهم يا عم رجب لانه خاصة في موضوع كورونا دلواتي تلاقي كل من هبوا ده بيقولك ده غضب من الله ده الكورونا ده جاب يعني الله سبحانه وتعالى صاخط وتلاقي بعض الناس الجوهال يقولك ده المطر لما ينزل في الصيف ده غضب اذا غضب الله على قوم امطرهم صيفا جبتك كلام ده منين ده كلام لا يصلح كلام يعني مفترة كلام مصاطب ما تقولش قالor رسول الله بالكلام ده مفترة على النبي اذا غضب الله على قوم أمطرهم صيفة إذا كان ربنا بيقوله وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطه وينشر رحمته يعني دي رحمة وهو الولي الحميد فيعمر رجب أقول لك إنه الابتلاء غضب ولا رضا ممكن يكون لتنين ممكن يكون الله سبحانه وتعالى راضٍ عن الإنسان فيبتليه ليرفع قدره عند الله يعني يرفع درجته في المهديين فالابتلاء يكون رفع درجات يعني الله سبحانه وتعالى بيعمله كده عشان يمحز زنوبه يثقل عليه عشان ينقيه من الذنوب فيغفل له ويرفعه درجات وإما أن يكون سقط بس مش إحنا اللي نقول ده فلاندا ربنا ساقط عليه هو أنت تتألى على الله يعني يقول لك ربنا جاب كورونا لفلاندا ده فلاندا وحش ده ربنا بينتقم منه ده ربنا جاب له مرض كذا عشان هو وحش طب إلا عرفك أنه هو بيعمل كذا أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهده طب إنت لو بتقول كورونا غضب طب هي جات على بلاد كفرة ربنا غضبان عليهم طب أنت طب ما جات عن ديننا أحنا المسلمين يبقى ربنا غضبان على الكل لما اليهود قالوا كذا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني بيتكلموا في الغيب يعني فربنا بيقول قل أتخذتم عند الله عهده فلن يخرف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فأنا بقولك أنت اللي بتقول الغضب أو الابتلاء رضا أو غضب أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهده يعني ربنا أوراك الغيب ولا أداك عهد بكذا ولا اتخذتم عند الله عهده فلن يخلف الله عهده لو كان ربنا قال لك كذا هيبقى ماشي أم تقولون على الله ما لا تعلمون فدا تألي على الله يعني وكروا الله ما أعطوا الله حق قدره عشان نحكم نقول ده ربنا غضبان ده ربنا صاغت مين انت؟ مين انت يعني عم نغيب صحيح عشان الذي خلق الموت والحياء ليبلوكم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجة نبتة لي فيعم رجب احنا مخلوقين عشان البلاء ربنا خلقنا عشان البلاء عشان يشوف مين يصبر ومين ايه يتضجر ربنا رب صدنا عبا سؤال تعسيوت أسيوت أم رجب اللي بيخون اللي بيخون مراته مع أخو والعزو بالله طبعا ده كبير من الكبائر يعني أعوذ بالله الحديث كان يقول لأن يزني الرجل كاتم محمد أول محمد لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أهوى من أن يزني بحليلة جارة يعني شوف لما يزني بعشرة غرب ده مش معنى أنه هو سهل لا ده برضو كبيرة ولكن لما يزني بحليلة جارة يعني مرات جارة أعظم من العشرة دول أعظم كبير طيب فما بلك مش جارة ده أخو أخو في البيت ومن المحارم يعني لما سيدنا النبي قال إياكم والحموا الحموا الموت مين الحموا؟ قالوا أخو الزوج هو ده شوف الموتة هو سمان نبي الحموا وبعدين يعني والعياذ بالله بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين بشر الزاني والزاني بالفقر ولو بعد حين فده إنسان يعني والعياذ بالله مدام أنت عرفته كده حذروه وخلي حد من أهل العقل وأهل الدين يحذروا من الكلام ده آه مش هو هو منتهز أنه فرصة أنه أخوه مريض آه طبعا وتعبان فهو بيعمل كده ربنا رب يهدي كل دي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله الشديدة يعني بينها ربي دي جميع سؤال أبو سفيان آه سؤال مهم جدا هو دخلها في موضوع التربية لأنه إحنا موضوعنا دلوقتي عن تربية آه دلوقتي بيكلم عن تربية الأولاد واللي بيطلع شازه واللي بيطلع مش عارف إيه طبع فاتلاقي الواحد يقول لك إيه قال محمد بن عبد الله طب فين ده فين ده نص خرؤاني مش أنا اللي بيقول ربنا بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لما تتكلم عن النبي مش واحد عادي زي أنا وإنت وفي سورة الفتحة شيخي قال لي في الآية اللي هي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة قال للآية دي فيها حاجة في البلغة اسمها لف ونشر في اللغة يعني لف ونشر إيه اللف ونشر يعني ضمير يعود على حاجة وضمير يعود على حاجة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه إحنا عندنا في اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور طيب وتعزروه وتوقروه أقرب مذكور ورسوله يبقى تعزروا الرسول وتوقروا الرسول طب وتسبحوه على الرسول قالوا لا أذي اللفه هو النشر وتسبحوه ترجع إلى الله يتؤمنوا بالله يبقى وتسبحوه على الله ورسوله تعزروه وتوقروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون سورة الأعراف طب يعني يتعزروه قالوا من ضمن التعزير والتعظيم والتوقير إننا أقول سيدنا خيرا طب سواء أقول سيدنا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي هو اللي قال أنا سيد ولدي آدم فلما يطلع الولد يلعيك أنت كأب يتقول محمد قال لما كنا في الكلية فالدكتور بتاعنا وأنا فاكره لحد الوقتي بيقول لما هو كان في الكتاب هو نفسه كان في الكتاب زمان كان صغير يعني فبيقول مسكت الكتاب وأبويا موجود أبوه برضو كان شيخ كتاب والشيخ بتاعه هو في الكتاب فقال أبويا يعني إيه مبسوط قدام الشيخ وبيقول له ده ابني ماشاء الله وابني متفوق فالشيخ بتاع الكتاب قال له خلاص يقرالي كده من الكتاب ده ألفا مسكت الكتاب قال أبو بكر فالشيخ قال له لا سيدنا أبو بكر وجاء عمر قال له لا سيدنا عمر ومر عثمان قال له سيدنا عثمان وقابل علي قال له لا سيدنا علي ألفا لما أزهقت قلت له هي مكتوبة كده هي مكتوبة أبو بكر ومش مكتوب سيدنا فالشيخ يقول له إيه قال له إذا كان أبوك ده اللي ما يسويش حاجة الناس بتقول لي يا سيدنا فما بالك بسيدنا النبي بما أنك كنت في الكتاب بتلاقي العيال يقول له للشيخ يا سيدنا تبدأ على العادي فما بالك بسيدنا النبي فما بالك بسيد الأولين والآخرين وخلي بالكم ربنا ألعن سيدنا يحيا وسيدا وحصورا وسيدنا النبي محمد أفضل من سيدنا يحيا وسيدنا زكريا وكل الأنبياء هو أفضلهم وخاتمهم يبقى أولى خير الأمة وشفيعنا بإذن الله الله أخذوقنا أننا نشابه الشريف فالعدم لما نقول سيدنا ده سوء أدب سوء أدب مع النبي يا رب الله مأمين السؤال الأخير اللي هو كان بيجيب ناس تشتغل الحج محمود يعني سريعا كده حكمه لا حكم الفلوس دي حلال لأنه أنت تعبت واتصلت وجيبت ناس وكده فما فيش حاجة وبعدين يعني الشركة لما قالت لك هات مدتكش فأنت بتاخد ده مقابل أنه أنت تعبت وكنت سبب في عملهم فيدي حلال ربنا أبزوكو حلال طبعا يعتبر استفادنا جدا 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 وبدك معنا يا شيخنا إن شاء الله بإذن الله كده توعدنا إن شاء الله كده اتشرفنا مرة كان إن شاء الله بإذن الله الله يعزك أعزائي المشاهدين يا رب تكون الحلقة الهضة بإذن الله فديكو وفضلت الشيخ جاوب على كل أسئلكو وجاوبنا على أسئلة في دماغكو والشباب بتوعنا زي ما كنا من وجهنا في الأول فكرة المثلية زي ما قلنا هوت أو فكرة أي اتجاه غلط لازم تضغر عليه تبحث عليه كويس قوي ضغر عليه في الدين حكمه ايه موضوع زي المثلية هوت في الفكر التفكيزة نفسه في علم النفس وكلام ده كله بيقول إن دي مش حاجة في الفطنة عن الفطرة حاجة عكس الفطرة فبتعاكس الإنسانية مش مع الإنسانية خالص فكلام ده الطباه في أي اتجاه هتتاجه فتحاول بقدر الإمكان تتجه سلوك صحية ونرجع تاني لدنا ونبعد عن حمو بيكا وعن أجاني المهاجلات وربنا رب رزقنا كلها جماعة من الهداية يا شيخنا تختم كده معنا الختام كده ما أشوى نحن في يوم الجمعة وفيها ساعة إجابة ندعي يعني؟ ندعي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم أهدنا وهدفنا واجعلنا سببا لمن اتدى اللهم أجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل أولادنا صالحين ومن حفظة القرآن الكريم اللهم رب لنا أولادنا واطرد الشيطان من بيننا وطهر مجتمعنا من الريس والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله شكرا شكرا والسلام عليكم وشبكوا حلقة جدا إن شاء الله في إزاي نعيشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا